فأنا أخاطب العناصر دعني من القادة الآن العناصر هؤلاء شركاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يعلموا مصيرهم إذا لم يتوبوا ويتخلوا عن هؤلاء الظلم وعن نصرتهم مشايخ القبائل الذين يناصرونهم والشباب الصغار الذين يغلونهم بالمرتبات بحيث يستمر غصبهم لثروة الشعب الليبي والفقراء المحتاجين من الشعب الليبي أذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوالد في الصحيح إنه ناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار أو لا يتخوضون في مال الله بغير حق يمنعون حقوق الناس منه أذكرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر في المال العام حذر من الخيط والمخيط ليس من مليار ولا عشر مليار ولا خمسين مليار والخسائي التي بلغت الآن تسعين مليار أو أكثر هذا لا يقول هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس في المال العام من الخيط والمخيط وقال إنه عار وشنار على صاحبه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل دخل النار بشملة أحدها من المال العام أنتم تأخذون تسعين مليار من الشعب الليبي تمنعون منه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح عندما شهد الناس على رجل مات في القتال قالوا هنيئا له الشهادة ماذا قال لهم؟ قال لا كلا إن الشملة التي أخذها من المال أخذها من المال العام بغير حق لتشتعل عليه نارا أذكر هؤلاء الشباب الصغار النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ولغيرهم لا ألفين أحدا منكم يأتيني يوم القيامة على عنقه صامت مال حامل على ظهره دينار واحد ليس تسعين مليار يأتي حامل على عنقه ويقول مهدد بالنار ودخل النار يقول يا رسول الله أغثني هذا السارق المال العام يقول يا رسول الله أغثني أقول له لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك يتبرأ منك